أدانت مصر بأشد العبارات محاولة الاغتيال الغادرة التي استهدفت رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيكو وأكدت الخارجية في بيان لها تضامن مصر الكامل مع جمهورية سلوفاكيا الصديقة في هذا الظرف الدقيق تعرض رئيس وزراء سلوفاكيا لإطلاق نار ونقل إلى المستشفى في حالة خطيرة بعد اجتماع حكومي في بلدة هاندلوفا وذكرت تقارير إعلامية أن رئيس الوزراء سلوفاكيا تعرض لإطلاق أربع طلقات نارية في منطقة البطن خارج دار الثقافة في بلدة هاندلوفا وأضفت التقارير أنه تم اعتقال مشتبه به من جانبها أدانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسلا فوندرلاين الهجوم المسلح على رئيس الوزراء سلوفاكيا فيما أعرب رئيس وزراء المجر بيكتر أوربان عن صدمته العميقة إزاء الهجوم على فيكو وأكد نظيره الروماني مارسيل سيولاكو على ضرورة محاسبة الجناه المسؤولين عن محاولة الاغتيال وفي براغ استنكر رئيس وزراء تشيك بيتر فيالا محاولة الاغتيال مشددا على أنه لا يجب التسامح مع العنف وأنه لا مكان له في المجتمع ترجمة نانسي قنقر